السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن تكريم الاسلام للمرأة كما تعلمون جميعا فنحن في شهر مارس وشهر مارس هو شهر فصل الربيع ويتصدف مع اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفي به المنتظم الدولي في الثامن من كل مارس من كل سنة ودوما الناس يطرحون قضية المرأة ومشاكلها وهمومها وقضايا المرأة هي كثيرة ومتعددة كل يناقشها حسب وجهة نظره قضية المرأة للأسف هي ضاعة بين الافراط والتفريط والسباب أننا نسير في الوسطية والاعتذال الوسطية في التعامل على قضايا المرأة وهذه الوسطية إنما ركز عليها الدين الإسلامي فتعالوا بنا خلال هذه الأيام نتحدث عن قضايا المرأة سواء من حيث التربية والتنشئة أو من حيث الزواج والخطبة أو ما قد يقع من طلاق وانفصام ومسائل القوامة ومسائل التعدد وغيرها من القضايا التي تؤرق جانب المرأة بالإضافة إلى المرأة والتنمية والحقوق وغيرها نبدأ اليوم أيها الأحبة الكرام باعتبال نحن مسلمين ننظر في الدستور الإسلامي الرباني ماذا وضع للمرأة من حقوق الإسلام أعطى للمرأة اهتمام كبير جدا وهذا الاهتمام ناشئ من قضية تربية الأجياء فالمرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي البنت وهي الجدة وهي الحفيدة باختصار المرأة هي الأسرة هي العائلة هي المجتمع وما في هذه الدنيا من دين أو نظام كرم المرأة ورفع شأنها وأنصفها أكثر من الدين الإسلامي التاريخ يشهد أن المرأة في ظل الإسلام تحصلت على حريتها ونالت كرامتها وردت إليها إنسانيتها وأخذت حقها كاملاً غير منقوص لأن البعض ربما يظن بأن حقوق المرأة إنما تمت في القرن الماضي أو بدأت هذا القرن في الثامن من مارس كما لما وقعت عدة مسيرات في أمريكا وأوروبا تطالب النساء بحقوقهن وبعد النضال وبعد الكفاح نالت المرأة هذه الحقوق لا الحقوق هذه للمرأة هي في ظل الإسلام إنما أخذتها منذ فجر الدعوة الإسلامية تإن الله سبحانه وتعالى أنزل صورة بكاملها سمها صورة النساء وأفرد أحكاماً خاصة بالنساء من يقرأ كتب الفقه الإسلامي سيجد بأنها زاخرة بالأحكام الشرعية المرتبطة بحقوق النساء ما لهن وما عليهم وصورة النساء هي من الصور الطوال في القرآن العظيم كل هذا ليعلي ربنا من شأن المرأة ويرفع مكنتها بل أفرد صورة بكاملها لإسم مرأة وهي صورة مريم مريم العذراء صورة بكاملها يتكلم عن نموذج للمرأة نأخذ هنا في الفترة الأولى من الإسلام شهادة أحد الرجال من الصحابة الذين كان لهم وحد الوضع اعتباري كبير في ذلك الزمن وهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلام كثير حول قضايا المرأة وحول الجاهلية من أراد أن يتعرف بإسهاب عن موضوع الجاهلية وقضايا المرأة فلينظر إلى فقه عمر بن الخطاب وإلى حكمه من ذلك أنه قال رضي الله عنه والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهنما أنزل وقسم لهنما قسم هذا الكلام أشكي يعني بأنهم في الجاهلية الرجال ما كانوا يعطون للنساء أي اعتبار ما كنا نعد للنساء أمرا ما عندهم احتشي حقوق ما عندهم احتشي اهتمام حتى أنزل الله فيهنما أنزل وقسم لهنما قسم ربي عز وجل أنزل القرآن العظيم يتلى إلى يوم القيامة فيه قضايا المرأة في قضايا سورة المجادلة أو المجادلة هي أبرز نموذج للمرأة التي كانت مظلومة وتدافع عن حقوقها وأنزل فيها الله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير يكفي أننا إذا رجعنا خطوة إلى الوراء في العهد الجهلي لكي نعرف قيمة الإسلام لأن بأدباضها تعرف الأشياء قبل الإسلام كان الناس بعض القبائل كانت تأيد البنات كانوا يتشأمون من خلفة البنات لكي يولد البنات كي يعتبر أنه إنسان صار وضيع في المجتمع ولا اعتبار له ولا احترام وكان الناس يأيدون هؤلاء البنات ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب وأدى بنات ولما جاء الإسلام ونزل قول الله عز وجل يصف هذا المشهد ويستنكره قال ربنا عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنت ظل وجه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هنم أم يدسه في التراب ألس أما يحكمون سيدنا عمر كان لما يقرأ القرآن العظيم ويمر على هذه الآية كان وجه يسفر ويخضر لأنه يعلم ويتذكر ما فعل كان يأيد النساء ولكن بالمقابل كان هناك رجال صالحين عندهم إيمان عندهم إنسانية عندهم انتصار للقيم في الجاهلية كانوا يرفضون وعد البنات ويرفضون الاعتداء على المرأة لا نعتقد بأن الدفاع على المرأة يالله مسألة حدثية أو معاصرة راه منذ القدم راه في التاريخ البشري ديما كان يلقوا واحد صفة واحد صنف من الرجال ربما يعتدون على المرأة ربما يهمشونها ولكن بالمقابل أيضا تاريخ البشرية يشهد بأن هناك رجال كانوا يعظمون شأن المرأة يرفعون مقامها ويدافعون عنها فمثلا في الجاهلية من اللي كانوا واحد الفئة يأيدون النساء كان هناك من يدافعون عن النساء منهم صعصة بن عامر هذا صعصة بن عامر يقال أنه من قبيلة بني تميم كان في الجاهلية رغم الجاهلية وبقى الإسلام لم يحضر لم يبزغ نور الإسلام كان هو في نفسه يحب الخيرات وكان يكره المنكرات وكان يسعى بين الناس في الخير ولما كان يعلم بأن رجل يعزم على وعد بلته كان يمنعه أشد المنع بل كان أحيانا يضطر إلى أن يشجري هذه البنية منه ليبقيها على قيد الحياة فكان يجمع المال وينفق تروته لشراء البنات الصغيرات ليمنع آباءهن من وعدهم حتى لقب في ذلك الوقت بمحي الأموات لقب بمحي الأموات ويقال بأنه اشتر من قومه أكثر من أربعمائة فتاة تصور هذا الرقم في ذلك الزمن أكثر من أربعمائة من البنات حفظ عليهن حياتهم حينما بزغ نور الإسلام وبدأ الدين ينتشر هذا الرجل صعصع بن عامر قدم إلى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم وقال له يا رسول الله هل لي على إحياء الأموات من أجر هذا العمل لك تقوم به في الجاهلية كنت كان ننع الرجال من وعد البنات وكان طرأنا نشتريهم وكان دلهم مؤسسة في ذلك الزمن مؤسسة وكان جمعهم وكان أطعمهم أطعمهم وأسقيهم وأكسوهم وأحفظ حياتهم هل لي من أجر وتواب فقاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك أجر عظيم إذا أنت أسلمت إذا أسلمت أما إذا لم تسلم فلا أجر لك فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله فعانقه النبي الكريم وعانقه الصحابة واستبشر خيرا لأن هذا الرجل في الجاهلية كانت عند البذرة دي الإيمان ودي اليقين فقال يا رسول الله أوصي لي بيت منك وصايا فقال له النبي الكريم يا صعصعة أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدنيك وأدنيك فقال زدني يا رسول الله قال احفظ ما بين لحييك وما بين رجليك هذه وصايا ربما ليس موضوعنا لأن صعصعة بن عامر كان رجل يحب القيم ويحب المبادئ منذ الفترة الجاهلية وكان دوما يتمنى أن يكون من الصلحاء حتى إنه كان رضي الله عنه يحب الوصايا يقول يا رسول الله أوصني أوصني وفي السنة النبوية هناك عدد كبير من الوصايا التي ذكرها المحدثون عن هذا الصحابي الجليل المهم عندنا أيها الأحبة الكرام أن الإسلام أبطل كل تمييز ضد المرأة كان في الجاهلية وكان يمنع ظلمها وكان يمنع هضم حقوقها ويمنع انتهان كرامتها الإسلام هو أول دين وأول نظام ضمن للمرأة حقوقها الشاملة وصانع عرضها وقرر كرامتها باعتبارها أما وباعتبارها زوجة وباعتبارها أخت وباعتبارها بنت وباعتبارها جدة وحفيدة فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام في عجالة نقوم بجولة حول هذا الصنف من النساء نساء حول الرجال أول المرأة التي كرمها الإسلام هي الأم ربنا عز وجل أعطى للأم واحد دور كبير وقال تعالى وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أفن ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فربنا دعا إلى العناية والبر والطاعب والوالدين وخصونا الأم قال من أحق الناس ببر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبك ولماذا هذه الأم أعطاها الله تعالى هذا المقام لأنها هي التي قامت بالحمل وقامت بالرضاعة وقامت بالتربية ربنا عز وجل يقول ووصينا الإنسان بولده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبث إليك وإني من المسلمين الحمد لله التشريع الإسلامي المرتبط بالعناية بالأم والرعاية بالأم كثير جدا هو ربنا يأمر بالوالدين عموما ولكن يعطي للأم مقام رفيع ثم ربنا سبحانه وتعالى أعطى الحقوق لمن للمرأة الزوجة المرأة الزوجة أعطاه الله حقوق كثير جدا فقال ربنا عز وجل في مطلع سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اعتبر بأن المرأة هي خلقت من الرجل من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل ربنا عز وجل من الآيات الدالة على عظمته وعلى جلاله في هذا الكون أن خلق المرأة من نفس الرجل لكي يسكن إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة لهذا في الدعاء ربنا عز وجل علمنا أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قيل الحسنة هنا هي المرأة الصالحة والسنة النبوية هي مليئة بالوصايا للعناية بالمرأة الزوجة حتى إنه جاء في حجة الوذاع وهي آخر الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية قال فاتقوا الله في النساء فإن كن أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحد تكرهونه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فهذه قضايا الحقوق المرأة الزوجة كثيرة جدا ثم نلاحظ قضايا المرأة البنت المرأة البنت لأن الجاهليين كانوا يرفضون خلفة البنات فنجد بأن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة جدا في العناية بالبنات كان أحد الصالحين يرزق بالبنات وإذا ولدت له بنت استبشر خيرا وفرحا ويقول الأنبياء كانوا آباء بنات الأنبياء كانوا آباء بنات لأن الملاحظ أن جل الأنبياء أعطاهم الله تعالى خلفة البنات وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تؤذوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات لا تؤذوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات لأن البنت عادة ربما يتم قمعها ويتم إدايتها وهي المؤنسة وهي الغالية بعد أن يكبر الإنسان من يجد بجانبه يعتني به ويقدم له يد المساعدة والتطبيب والتمريض والإطعام هي البنت لا تؤذوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بشارة عظيمة قال بأن اللي عنده البنات أكثر تكون في مأمن يوم القيامة أكثر على قدر البنات اللي عندك إليك أنت تحسن تربية لهم على قدر ما عندك الآمان في الآخرة عندك الآمان قال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات جئوهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتا وفي رواية كل له حجابا من النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وإثنتين قال وإثنتين ثم قام آخر قال يا رسول الله وواحده قال وواحده فالبنات إليك أنت عندك البنات وكتبت تقوم بالعناية بهن وتربيتهن وكسوتهن وغير ذلك الله تعالى يجعل لك الجنة مضمورة واجبت له الجنة البتا واجبت له الجنة البتا وكنا له حجابا من الضر كذلك هناك المرأة الأخت وغالبا ما يتم التغافل عن حقوق الأخوات فالأخت هي القلب الكبير الأخت هي القلب الرحيم الأخت هي المربية هي المعلمة هي اليد الحانية قد يجوع الأخ وتطعمه الأخت وتتحمل البرد وتكسو أخها لهذا جاء بالحديث أن أول من يوصى بوصل الرحيم هم الأخوات لماذا لأنهن شاركنا رحم واحد وتدين واحد وعاشوا طفولة واحدة وكانوا تحت سقف واحد واشتركوا في الطعام والشراب وتقاسم الأفرح والأحزن والخبراء يقولون بأن الأم إذا كانت على قيد الحياة هي القلب الحنون لك وإذا توفيت الأم فتكون الأخت وتصير الأخت في مقام الأم تكون أحن عليك من غيرها والأصل أن الأخت تحب أخها وتعتز به تفرح لفرحه وتحزن لمصابه وتبكي لفرقه ونذكر هنا الخنساء شاعرة العرب الخنساء رضي الله عنها عند رتاء مهم لأخيها صخر لما قتل أخوها صخر في المعركة وقامت بقصيدة معروفة في الرتاء من الأشهر المعلقات كان طويل في مقام الأخ نذكر كذلك في التاريخ القديم أن الحجاج لما قام بأسر بعض الأسر كان من بنين إمرأة إمرأة كان معها زوجها ومعها ابنها ومعها أخاها لأنهم قتلوا في الحرب لما أسرهم الحجاج كان لابد أن يقتلهم أو يختار أحدهم فقال يا مرأة اختاري واحد منهم إما زوجك وإما ابنك وإما أخاك واحد منهم لابد أننا سوف يتعرض للقتل لأننا كان معنا في الحروب فالمرأة بدأت تبكي وكانت تطلب للحجاج العفو لكنه كان مصر فقالت له إذا كان لابد أن أختار إما زوجي وإما ابني أو أخي من أختار قالت له الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود فأختار الأخ الزوج موجود يعني إذا مش زوج يجي زوج ثاني والابن مولود رأى ممكن تعود تحبل وتلد ثانيا والأخ مفقود لأن الأملة والدته لن تعود أبدا فاخترت الأخ فلما سمع الحجاج كلامها قال عفوت عن جماعتهم لحسن كلامك يا امرأة حسن الكلام أحيانا يغير الأحكام ويؤثر في القلوب والعقول ولكي نعرف كيمة الأخت المرأة الأخت في القرآن العظيم ربنا سيذكر لنا سيدنا موسى عليه السلام لما وقع له ما وقع فكانت العناية من أخته حينما أمر الله تعالى أمه بأن تلقيه في التابوت وليلقي اليم التابوت في اليم وصل إلى منزل فرعون وبقي موسى عليه السلام الرضيع في بيت فرعون من الذي تدخل من أجل إنقاذ كانت أخته عينها لا تكاد تفارقه تبحث عنه وتستسلع خبرة تقوم باستطلاع أخباره هذا ما حكاه القرآن قال ربنا عز وجل وقالت لأخته قصيه وقالت الأخت مذكورة في القرآن وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمن عليه المراضع من قبل فقالت هذه الأخت قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فارددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فربنا عز وجل حكى لنا عن دور هذه الأخت في العناية بأخيها لأن الأخت تكون ربما أحيانا أكثر حنانا من الأم وهنا سوف نلاحظ بأن بأن ربنا عز وجل سيدقر هذا السعي لمصلحة موسى عليه السلام التمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمتا كي تقر عينها ولا تحزن فهكذا النساء هناك المرأة الأم والمرأة الزوجة والمرأة البنت والمرأة الأخت وهناك المرأة الجدة هذه قيمة عظيمة جدا لأنها عندها أحفاد وعندها أقارب ودائما تكون لها قيمة كبيرة لا يرد لها طلب ولا يسفه لها رأي فهذه باختصار أيها الأحبة الكرام أهم النساء التي همنا في حياتنا نحن مطالبين جميعا بأن نعتني بهن لأن هذه السيدنا النبي قال عن نساء عموما ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ونحن نحتفي باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس ويصادف شهر الربيع فإن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة نتحدث عن قضايا وهموم المرأة متعلقة بالتربية والتنشئة ومتعلقة بالزواج والنزاعات والخلافات وما قد يتطور إلى طلاق أو قضية تعدد تعدد الزوجات أو قضية القوامة أو قضايا أخرى مختلفة التي فيها فيها ربما الناس كل واحد عند مشكلة من ناحية فأنا أترك لكم الكلمة أيها الأحبة الكرام لكم الكلمة في طرح قضايا وهموم النساء لا شك ولا ريب أن المشاكل والهموم كثيرة ومتعددة ومختلفة ومتنوعة أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع وهي كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة